معكم السياسة اليوم دائما عبر أسير إذاعة النور وفي حوارنا اليوم نستضيف النائب المستقل في مجلس الشعب السوري السيدة ماريا سعادة أهلا وسهلا فيك ست ماريا عبر أسير إذاعة النور حدث قادم من سوريا وقبل كان عندك جولي أوروبي تحديدا في إيطاليا كان في أكتر غير إيطاليا أيضا في بروكسل وبروكسل في بلجيكا رح نسألك عن هذه الزيارات سنسأل أيضا عن الوضع في سوريا عن وضع الناس الشام تحديدا ودمشق كيف تستعد للأعياد وإن كان طبعا يعني سوريا تتألم ولكن هي على مدى الأربع سنوات لم تكف عن محاولة العيش بطريقة طبيعية ولم يفقد السوريون يعني هذه القدرة على تقديم نموذج لحد أدنى من الحياة الطبيعية وأيضا سنسأل عن آخر التطورات اليوم في يوم سوري طويل في نيويورك متوقع أن يصدر قرار بالأمس كان في كلام لبوتين أيضا أعطى لسوريا مساحة كبيرة جدا ويعني كل الأجواء المحيطة بالبلاث السوري فأهلا وسهلا فيك ست ماريا عبر أسير إذاعة النور أهلا وسهلا فيكم ونحن دائما عنا ثقة بإذاعة النور وبالستراتيجية تبعيتي وفيك ست بوسينا شكرا شكرا ست ماريا البداية من دمشق اللي تركتيا يعني كيف هي الحياة في دمشق هذه الأيام ست ماريا عبواب الأعياد يعني أول شي إذا بنا نحكي عن دمشق فبنقدر نقول التاريخ عرف دمشق واليوم لما بينقال الطريق إلى دمشق يعني فيه كثير على المستوى الديني الطريق إلى دمشق يعني الاهتداء وبالتالي هي أرض مقدسة يجب أن نهتدي بما تحمله هذه الأرض ولما منقول الطريق إلى دمشق أو عليك أن تعرف الطريق إلى دمشق في السياسة إذن علينا أن نعرف ماذا يحصل في السياسات خارج دمشق وخارج سوريا وفي العالم العربي ربما والعالم وبالتالي يجب أن نربط ذلك بما هو ينبع من دمشق أيضا الحياة الناس اليوم ما فينا نقول إعتاد الناس أكيد بعد أربعة ورح يبلش السنة الخامسة في عيد بدمشق هالسنة؟ دائما في عيد الحقيقة أنا معجبة بشعبنا السوري وخليني ما فيني أقول متفاجأة لأنه منعرف شو عنا زخيري ولكن يلي حملوا الشعب السوري من قوة من أسرار على البقاء من أسرار على الفرح وعلى السعادة وعلى الصمود وكيف منواجه الألم بابتسامة كيف منواجه الألم باندفاع فعنا العيد لازم يبقى عيد مع ألمنا ومنترحم هون على أرواح الشهداء وبعتقد أنه ما في حدا اليوم بسوريا بيسمح أنه يروح دم الشهداء هادر لذلك حفاظنا على سوريا هو الهدف وهو البوسل وضع المسيحيين في دمشق تحديدا ست ماريا لأنه صار في نزف مسيحي كبير من سوريا خلال السنوات الماضية في دمشق في حضور مسيحي لا يزال كما هو قدي نسبة ترك المسيحيين لدمشق تحديدا قبل ما فوت بي اليوم نسبة المسيحيين وقديش تركوا أولاء في نقول اليوم كشعب سوري كمجتمع سوري وعملية النزوح أو التهجير أو التغيير الديموغرافي كشعب سوري الإرهاب إرهاب على كل المجتمع السوري بالنتيجة ولكن اليوم لما منحكي يعني بدنا نكون أوعى حتى من ذكر أي مصطلح كمسيحيين أو غيرها لأنه هي أداة في الحرب يعني يعني أعطاء البعد الطائفة والمذهب ما هي هي إشكالية يعني أنه بنا نسمى الأشياء بأسماءة بس أكيد ما منا نقع بفخل التطييف والمذهب بالتأكيد فالمقاربة اليوم أنه اليوم اللعب على الورقة الطائفية ومحاولة تغذية التيارات المتطرفة لحتى هي تقوم بأعمال تجاه مكونات معينة من المسيحيين أو غيرها إذن بتوصلنا لنتيجة فعليا النتيجة هي هالحضور لهالمكونات بدو يقل إجباري بس لما بدنا نواجه المشكلة لازم نواجهها مو هي كنتيجة لازم ننتبه للأدات ونواجهها كمجتمع سوري اليوم الحفاظ على علمانية سورية الحفاظ على شكل سورية مثل ما هو بمكونه بالغنى تبعيته يعني ويتطلب مننا مسئولية الحفاظ على كامل المكونات لأن مكونات المجتمع السوري هي من يحمل التراث هي من يحمل التاريخ الحضارات الثقافات لما من يعني لما منخسر أحد هالمكونات إن كانت المسيحية أو غيرها أو فينا نحكي بالأشوريين فينا نحكي بالأرمن فينا نحكي بالأكراد فينا نحكي أي مكون سواء كان على أساس ديني أو طائفي أو مذهبي أو على أساس إثني ما بيصير أن تكون المشكلة في الحل هي على هذا الأساس وإنما يجب أن تكون شاملة لجمع كامل المكونات لأنه هوية سوريا بتنعكس من خلال وجود المكونات واللعبة اليوم أحد أهم أدوات الحرب على سوريا هي أنه نحول المجتمع السوري إلى شكل واحد وإلى إلغاء باقي الثقافات التاريخية المتراكمة وبقدر بقول أحد أهم الأمثلة أنه اليوم إلغاء مادة التاريخ بالمدارس يلي هي في المناطق التي تسيطر عليها داعش أو أحد التنظيمات الإرهابية هي دليل ألغوا المادة أو كتبوا تاريخ؟ ألغوا مادة التاريخ من المدارس ألغوا مادة التاريخ بجوز ريسما يصر لهم يرجعوا يعملوا مادة التاريخ تانية مخالفة تماما للتاريخ وبالتالي اليوم أي جيل عما يطلع عنا في مناطق عما تشتغل بتطرف وبفكر تكفيري وبإيديولوجية خطيرة لتطلع جيل وهذا الجيل نحن بعصر عولمة فيعني نتخيل أي جيل بده يطلع عنا مو على سوريا بالتأكيد ولا على المنطقة وإنما على العالم يعني انطلاءا من هذه النقطة أنه كان في هدف لإفراغ سوريا من تنوعة ومن ميزتها يعني انطلاءا من هون السؤال عن المسيحيين بالتأكيد أنا بعرف مدركة تماما مدركة تماما ولكن أنا على الهوى بيهمني أنه نأكد نأكد أنه أي طرح أو أي سؤال بهذا المادة بهاي المادة هي لنحمي كل مكونات النسيج السوري يعني وهون برجع بكرر السؤال يوم في يعني أشجار الميلاد تزينت في دمشق والأجراس تقرع وستقرع ليلة الميلاد في دمشق والوجود المسيحي لهوي ميزت دمشق لا يزال قائم يعني هو هون السؤال بالتأكيد بالتأكيد واليوم العيد تفرح في كل سوريا يعني الحقيقة منشوف شجرة الميلاد بكل بيت بغض النظر شو الدين وشو الطايفة وشو المذهب ولكن هالفرح هذا هو فرح سوريا وكله يعني منتمنى الميلاد الجاي تكون انتهت الأزمة عندك أمال ستمارية أنه وصلنا إلى النهاية وما يشهده العالم من حراك وفييننا ونيويورك والقرار هني بداية النهاية أو الأمور مرشحة لسيناريوهات مفتوحة؟ ما بعتقد نحنا في عنا نهاية قريبة ولكن بقدر أقول المرحلة اللي مضت نحنا اليوم بنهاية المرحلة هاي ولكن سنفتح إلى مرحلة قادمة هي أكثر تصعيدا ووسقطت فيها كل الأقنعة يعني ما عد فيه اليوم أي غطاء لأي سياسة أصبحت اللعبة على المكشوف والتصعيد يلي عما نشهده اليوم وحتى عنوين رناني من تحالف ضد الإرهاب وكل مرة بيطلع حدا بيقول أنا يعني وخاصة اليوم مؤخرا المؤتمر اللي صار بالرياض واجتماع الدول لتحالف ضد الإرهاب فجأة بيطلع تبما نحنا بالأساس في طرح هذا العنوان التحالف ضد الإرهاب أول شيء بنتحالف مع الدولة اللي بتتعرض فيها اللي بتتعرض هي للإرهاب إذن لا يمكن أنه نقود أي تحالف أو أي مواجهة ضد الإرهاب إلا بالتنصيق مع الدولة السورية أي محاولة التفاف على هذا العنوان وعلى هاي السياسة الواضحة إذن هذا يعني أول شيء لا جدية في التعاطي مع الموضوع وثانيا في أجندات غير معلنة عنها تحت هذه العنوان الرنانية مع أنه نقال أنه فيه اتفاق روسي أمريكي يعني اليوم كل التصريحات بتقول فيه توافق كان سريعاً كان أكثر من المتوقع حصل بموسكو عند زيارة كيري وسيترجم اليوم في مجلس الأمن بالرغم ونقال أنه صار فيه تخطي لما ورد في مؤتمر الرياض ويفترض أنه الأمريكان يعالجوا الموضوع بالرغم من ذلك بتعتبري أنه لم نصل إلى النهاية خليني خليني أول نقطتين إذا فيه توافق ليش اليوم الولايات المتحدة تحت عنوان التحالف ضد الإرهاب خلال سنة كاملة ما استطاعت أن تقوم بما قامت به روسيا عندما أعلنت التحالف ضد الإرهاب والحرب على الإرهاب بالتنصيق والتعاون مع الدولة السورية لم تستطع الولايات المتحدة أن تحقق ما حققته روسيا خلال شهر واحد فقط يعني روسيا بهذا الشهر عملت أضعاف وأضعاف وأضعاف ما قامت به الولايات المتحدة وهذا بيوضح تماما جدية روسيا بسياستها بسياستها في مقابل لجدية أي عنوان آخر رنان برجع هون بقول بدي يعني أدخل على طريقة غير مباشرة من السياسة الأمريكية وهي علاقة تركيا بروسيا والغلطة الفضيعة يلي قامت فيها تركيا بإسقاط طائرة روسية متهمة هذه الطائرة باختراق الأجواء التركية نعم طيب اليوم تركيا لحتى تقوم بهيك عمل هل هي بتاخد ضو هل هي بتقوم فيها بتلقاء ذاتها أو لأ بتاخد الضو الأخطر والحقيقة اليوم اللي التصريحات يلي طلعت أو بعد فتح الصندوق الأسود للطائرة تبين أنه الطائرة الروسية لم تخترق الأجواء التركية إذن في شيء مبرمج لحتى ندخل بهالطريقة زائد أضف على ذلك أنه اليوم روسيا دعت 14 دولة يعني كان بدي تفتح الصندوق الأسود بحضور دولي فدعت 14 دولة والـ 14 رفضوا إذن خوفا وخشية من فضح حكوماتهم وسياساتهم رفضوا حضور فتح الصندوق الأسود إذن الموضوع واضح رأيك هاي من المؤشرات اللي بتأكد أن الولايات المتحدة غير جدية إذن شو اللي عم بيصير؟ بتأكيد نحن أمام يعني وتركيا واضح أنه هي جزء من حلف الناتو وتركيا هي المنفذ شو ده في سيرك إذن لما سيجري اليوم في نيويورك وهو رح يعطي شرعية دولية لفييننا يعني البيان جاء والمعارضة ما يسمى بالمعارضة السورية يعني عندهم حالة خشية كبيرة من أنه يتم تبني دولة بموافقة أمريكية وأسرار أمريكي على ما صدر عن فييننا 2 أول شي اليوم تحاول السياسات والحكومات أن تأخذ في السياسة ما لم تستطع أن تأخذه على الأرض وفي ساحة القتال هذا واحد يعني هذا اللي أشار له بوتين بأنه أمور قد لا ترضي الدولة السورية يعني بوتين مبارح من مؤتمر الصحفي بيقول أنه نحن موافقين على المخطط الأمريكي ولكنه لم يستبعد أن لا تعجب بعض نقاط الحلق الحكومة السورية لكنه كرر أن روسيا لن تقبل أبدا أن يفرد أحد من الخارج من سيحكم سوريا بش هي النقاط اللي برأيه لن تعجب دولة السورية والحكومة السورية بغض النظر شو هي النقاط ولكن سقف الكلام تبع بوتين أنه لن يحدد مصير سوريا إلا الشعب السوري وبالتالي نلتزم بهذا السقف طالما هو حكى هاي الجملة إذن روسيا لا تزال تحترم سيادة سوريا وكل ما عدا ذلك فأنا برأيي خارج هذا الإطار تعيين المعارضة لحجاب كمحاور بيستفز الحكومة السورية من وجهة نظرك ست ماريا يعني خليني قبل ما أحكي عن حجاب يلي كان هو رئيس وزارة وخرج من رئاسة الوزارة يعني تخلى عن مكان فاعل له بالدفاع عن سوريا إلى مكان يمكن كان حقه أكبر بكتير يمكن المال يلي أخده كان أكبر بكتير من أنه يدافع فيه عن سوريا من مكان فاعل في منصبه أو في الدور يلي كان موجود فيه مع الأسف نحن أمام معارضات هون بدي أحكي عن معارضات ومن هي هذه المعارضات قبل أن نتحدث عن معارضة وهذه المعارضة يجب أن تواجه أو تجلس على طاولة محاضرات على طاولة مفاوضات في مواجهة أو في مقابل وفد من الحكومة يعني يجب أن نعلم من هي هذه المعارضات هناك معارضات تحمل فقط أجندات خارجية وأعنون دائما الحديث عن أي معارضة أقول أن تصنيع معارضة في ظل أزمة لأي دولة إذن هي أزمة بحد ذاتها أقبل بأن تكون هناك معارضة في حالة استقرار الدولة وهي أمر صحي ولكن أن تكون أن تصنع معارضة لا تملك خبرة سياسية ولا تراكم عمل سياسي ولا تاريخ في زمن الحرب لمواجهة نظام إذن نحن لترسيخ الصراع وبالتالي هناك معارضات تحمل أجندات ونعلم تماما ما حصل مؤخرا في مؤتمر الرياض لما بيكون المرشحين أو الحضور 46 شخص وبتطلع الأصوات 60 إذن في عنا 15 صوت زيادة من وين إجوا إذا هدولي بدوني يعملوا إصلاح للنظام الانتخابي والتمثيلي في سوريا فنعرف تماما شو اللي عما يجينا لا نقبل لا نقبل وأنا أتحدث اليوم باسم الشعب السوري والمجتمع السوري لا نقبل بسوريا أن تأتينا هكذا معارضات أو هكذا أشخاص وأفراد تابعة سوريا بس هيدا ما بيعتبر يعني مثل إنكار للوقائع يعني اليوم في واقع بيقول أنه بدو يسير في طاولة مفاوضات بدو من جهة يكون في حكومة من جهة تاني معارضة وكأنه هالمعارضة هي هؤل الأشخاص هؤل المجموعات اللي راحوا على المملكة العربية السعودية واللي هن يمكن أفضل من الآخرين المتطرفين واللي ما ممكن أنه ينقعد معهم ليش ما في مدل سوريين؟ يعني مدل سوريين؟ مع سوريا لشان اللي بالرياض مش سوريين؟ لا آآ ما نحنا هون هيدا 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 النقطة اليوم اللي عم يبيع سوريا ما عاد منقدر نعتبر أنه هو مسموح له يكون في مكان لا يقدر يدافع فيه أو لا يقدر يعمل إصلاح فيه بسوريا إذن بدنا نميز ما بين السوري اللي بده يدافع واللي بيقدر يقدر يقدم لسوريا وما بين السوري اللي عم يبيع يعني اليوم ما رح تقبله وما بين اللي عم يبيع اسمحي حضرتك طبعا نائب بالمجلس النظر أنا اليوم بدي عبر عن وجهة نظري بس أكيد عن تكتلاعك برأيك الحكومة السورية اليوم لن تقبل بالجلوس على طاولة واحدة مع هؤلاء أنا أتحدث عزيزتي أنا أتحدث باسم الشعب السوري باسم الأرض باسم المجتمع السوري الرافض أنا عم حكيكي كممثل عن شعب سوري كممثل عن مجتمع سوري انتخبت أنا اليوم ما بهمني كيف تقول له المسار السياسي ولكن مدركة تماما أنه نحن عندنا مراحل في السياسة أي فرض أي فرض وأي واجهة وأي تركيبة ممكن أنه تفرض على سوريا في مرحلة من المراحل وأتمنى لا لأنه نعمل بكل طاقاتنا لحتى نحمي سوريا من هالمرحلة هاي أنا بأكد لك أنه هاي مرفوضة كليا من غالبية الشعب السوري والمجتمع السوري نحن اليوم نخشى ونعمل بكل طاقاتنا ونرفض رفضا قاطعا عملية لبنانة سوريا يعني أنه نسنع معارضات في الخارج ونجي نعمل مؤتمرات للكثير من المعارضات لحتى نرجع نقعد على طاولة مفاوضات ونرجع نقصم السلطة ونقصم سوريا مثل قالب القتو ما بين حصة فلان وهي الحصة تابعة لتركيا وهي الحصة للولايات المتحدة وهي الحصة للسعودية وهي الحصة لفرنسا وهي الحصة نرفض رفضا قاطعا عملية لبنانة سوريا بهذه الطريقة عدا عن أنه الورقة الطائفية أيضا نرفضها رفضا كليا وهون برجع لك لمؤتمر فيينا وأعلان فيينا يلي أكد نقطين وعليهم يجب أن نبني هي الحفاظ على وحدة سوريا وعلى علمانيتا إذن اليوم أي حديث خارج هذا الإطار فهو مرفوض ولازم ما نرجع دائما مرجعنا يكون هاي النقطة أي حديث خارج هذا السقف هو مرفوض أي محاولة تمرير سياسات أو فرد سياسات أو فرد مراحل مؤقتة في سوريا أيضا هو مرفوض بالنسبة للشعب السوري وهذا ما قلته في سفري في إيطاليا في مجلس الشيوخ فلنا هون نوقف عند هاي الزيارة هالرحلة ست ماريا سعادة يعني شفنا صورك مع بابا الفاتيكان كان في لقاء مع بابا الفاتيكان أيضا لقاء مع جمعيات من المجتمع المدني شو كانت يعني أجواء زيارة إيطاليا وماذا حققت فيها؟ اليوم الفاتيكان هو دولة يعني اليوم بغض النظر هو كمؤسسات دينية ولكن هو دولة له سفارات في العالم كله يعمل يعمل وبكل طاقاته من أجل سوريا ومن أجل تحقيق السلام بسوريا سوريا أولوية لدى الفاتيكان بالتأكيد اليوم واضح تمام أنه الفاتيكان يعمل بهدوء بصمت وبجد عالي للتأثير في العالم وليس في سياسات غربية فقط البابا هو رمز بالتأكيد طبعا دايما بينطرح أنه شو قوة الفاتيكان وشو قادر يعمل ومنرجع نستحضر كلام ستالين أنه كم دبابة بيملك بابا الفاتيكان بيملك اليوم قوة معنوية قادرة على تغيير مسارات أو هو لا يعني بتأقل مسار قديش في قدرة لقدر تأثير للفاتيكان خلينا نرجع للألفين وثلاث عشر لأيلول لما كانت تهديد الولايات المتحدة بضرب دمشق ولما كانت التصعيد والتصعيد والتصعيد سواء بالإعلام أو بالسياسات وكيف العمل على إيجاد زرائع لدرب دمشق بما فيهم مع الأسف هنا منرجع للمعارضة الخارجية ما يسمى بالمعارضة الخارجية يلي طلبت من الولايات المتحدة درب دمشق فكيف اليوم أنه نحن نقبل بهيك معارضة هيدا على الهامش بس لما صار هذا التصعيد إذا نتذكر أنه الفاتيكان وبكل وضوح أعلن صلاة لسوريا صلاة من أجل سوريا هي رسالة هي رسالة سياسية قبل أن تكون صلاة بالتأكيد ورجاء رسالة سياسية لكل السياسات في العالم أنها تجاوزت الخط الأحمر يعني لما نعمل صلاة من أجل سوريا إذا نحن نريد حماية سوريا وبالتالي غير مسموح أي تجاوز لهذا الحد يعني بقدر بقول أنه كانت رسالة واضحة الفاتيكان يستطيع أن يؤثر في السياسات الخارجية ما ننسى مثل ما قلت أنه في عنا سفارات بكل أنحاء العالم وفي جيش من الروهبان ورجال الدين في عنا لبي كبير يعني لا ننسى أيضا اللبي الكاتوليكي في السياسات الغربية واللبي الكاتوليكي هو لبي من البداية كان مع سوريا صوته منه طالع كتير نتيجة ما كان في وضوح بالرؤية ما كان في وضوح بالمعلومات والبيانات مقطوعة كل العلاقات الدبلوماسية والعلاقات الرسمية مع سوريا والحكومة السورية وبالتالي ما كان في عنده أدوات لا يقدر يتحرك فيها مع تجاوز مرحلة كبيرة من الصراع مع صمود سوريا اليوم أصبحت القوى التي تؤمن بسوريا وبالواقع الحاصل واللي شوهه الإعلام الغربي نفعل الوحدة سوريا وعلمانية سوريا بالتأكيد بالتأكيد فمن يقرأ الأمور بوضوح اليوم أصبح يعني أقوى ويمتلك أكثر قدرة على المواجهة وبالتالي علينا أن ندعم هذه المساحة من التيارات السياسية واليوم واضح تماما كمان بقدر بقول أنه الديبلوماسية الروسية الأعلام الروسي أيضا يعمل على المستوى الأوروبا والغرب لا كشف الحقائق السياسة الروسية الواضحة لكنيسة الأرثوديكسية يعني ما نحن لا بتأكيد بتأكيد الكنيسة الأرثوديكسية بس نحن اليوم لما عما نحكي على الغرب ولما عما نحكي على سياسات هي يعني سياسات عما تعاديكي عما تبني مخطط لهدم الدولة السورية فمن المهم أنه نركز قوتنا أو طاقاتنا بالتواصل مع من هو في الداخل وهو معك نعم بالتأكيد اللوبي كاتوليكي في أوروبا يعني قد كان أيضا فعال ومؤثر واللوبي الكاتوليكي خليني أرجع فيني بس وضح المفهوم كان حاضر فيها خليني وضح مفهوم اللوبي الكاتوليكي حتى ما يفهم ديني اللوبي الكاتوليكي هناك المسيحية بيسموها الكاتوليك فاللوبي الكاتوليكي هي سياسات ولكن مرتبطة بكنيسة أو مرتبطة بمفهوم الانتماء التاريخي خليني أرجع وهي سياسات تقليدية تبني على ثقافاتها هاي السياسات بالتأكيد اليوم كانت لأنه منقدر نرجع هون نضمن كلامنا عنوان الصهيونية في الإعلام والصهيونية في الحكم وفي السياسات يعني اليوم السياسات كلها يعطى الأوروبية هي مرتبطة واليوم الاتحاد الأوروبي هو يعني خليني أقول لإسقاط القرار السيادي لكل دولة أوروبية فربطناهن باتفاقيات على مستوى سياسي واقتصادي وغيرها مصالح تتبع مصالح الولايات المتحدة الأمريكية الناتو هو عبارة عن إنشاء معسكر للولايات المتحدة الأمريكية من قبل الدول يعني من على أرض أوروبية لكن الأحوال اليوم في بأوروبا تصاعد لتيار كاتوليكي يعني هاي دي من الأمور المعروفة أنه عم بيكون سواء بالأحزاب بالتأكيد وواضح وواضح وعم بجره بيكون له تأثير واضح تمام والبعض يدعو إلى الرهان على هيدا التيار ما بعرف يعني ممكن أن يكون داعم للقضايا المحقة في العالم بالتأكيد بالتأكيد يعني هذا التيار خليني أقول تيار سياسي بعمل متراكم تاريخي ودائما السياسة التاريخية السياسة التي تحمل تراكمات تاريخية هي سياسة قادرة على النظر للأمام وقادرة على التفكير بالمصلحة العامة وليس بالمصلحة الخاصة والمؤقتة يعني اليوم الحكومات الحالية مع الأسف هي حكومات مصلحية تعمل من أجل سياسة الولايات المتحدة الأمريكية وليس لمصالح شعوبها وبالتالي لابد أن ينشأ ضمن المجتمع وضمن السياسات تيارات يعني سواء كان التيار الكاتوليكي اليوم أو في المجتمع واضح تمام أن هناك جيل شباب حقيقي يفتقد إلى قرار سيادة دولته رافض للاتحاد الأوروبي لأنه يصادر له حقه وقراره الداخلي وهون أعتقد أن الصراع في أوروبا بدأ بدأ على الأرض نحن ننجح على الفاتيكان ست ماريا سعاد إذا تسمحي كان لك لقاء مع البابا مع بابا الفاتيكان شو يعني الانتباعات التي خرجت منها بعد هذا اللقاء أو بها بعد هذا اللقاء يعني خليني ألخص باللحظة الأولى يلي قدمت فيها نفسي للبابا فمباشرة بيمسك إيدي وبيشد عليها بيقلي سوريا بالقلب هاي أول مرة بتلتقي فيه لا هاي تاني مرة بالألفين وتلتعاش كانت المرة الأولى وقدمت له رسالة باسم الشعب السوري واليوم كمان قدمت رسالتي التانية باسم الشعب السوري لتحقيق السلام بسوريا فلما قلت له أكيد نحن نؤمن بأنه الفاتيكان قادر على التأثير بالحكومات الغربية وبالسياسات الغربية ونحن مثل ما كان في دور للفاتيكان بالألفين وتلتعاش بيهمنا يكون في دور اليوم بهالفترة هاي فبيقول سلاتنا دائمة لسلام بسوريا يعني رسالة البابا واضحة الفاتيكان يعمل ومن الأحساس يلي قدر يعمله بهالاندفاع بهاللحظات الأولى يلي شفته فيها وحكيته فيها كان واضح تمام أنه ينعكس من شخص البابا واللي هو رمز للسلام ينعكس ما يتم العمل عليه في هذه المؤسسة الكبيرة وفي الدولة الكبيرة بالنسبة للقاءاتك الثانية بإيطاليا ست ماريا هلأ الحقيقة كنت مدعوة لأعمل ندوتين ندوة على الإرهاب وندوة على التراث والمجتمع السوري وتهديدهم وآليات الحماية بإيطاليا ولكن لمجرد وصلت لإيطاليا والمسألة اليوم يعني كانت الترح الأول علي هو الإرهاب وخاصة بعد ما حصل التفجير في باريز فأوروبا بحالة إرهاب يعني هي بحالة رهبة من إرهاب ممكن أنه يصير على أرضها ما فيني أوصف لك مثلا لحظة وصولي لبروكسل بعد إيطاليا كان في منع تجول كان المطار مغلق ما في حياة بالمطار وكأنه مدينة مهجورة فتذكرت مباشرة بداية الأزمة بسوريا فقلت يعني ممكن يتتوقف دول كاملة وتنهار أنظمة سياسية كاملة لمجرد يصير تفجير واحد أو بس مجرد شعورهم أو ياخدوا إجراءات أمنية ضد الإرهاب بهالدول هاي فبتتوقف الحياة كلها بالدولة طيب اليوم بهالأوقات هاي بالذات لما منشوف كيف حالة المجتمع مجتمعات الغربية كيف السياسات بلشت يلي كان معه حق بمسألة القضية السورية بمواجهة السياسات الحاكمة يلي اليوم عم تحاولوا تسيطر بأزمة ممكن أنه تمس أرضهم وشعبهم بتبلش بقى حالة الحراك حالة الحراك حالة الصراع بين التيارات السياسية أنه نحن معنا حقلة أنتوا معكم حقلة عرفت كيف يعني فبيكون في عندك بقى بده كل واحد يمسك بأهم الأدوات لحتى يقدر يحقق نظريته ولحتى يقدر يدافع عن بلده بالأخير فتم لقاءات كثير على السويات أنه هنه هاجسون اليوم الإرهابي هذا الخوف من المرحلة الأولى ولكن من المهم كان أنه من خلال الندوات أو اللقاءات اللي عملتها وخاصة بمجلس الشيوخ يعني مع رؤساء لجان بإيطاليا برئيس لجنة الشؤون الخارجية أو الدفاع أو حتى بلجنة الناتو وبعضين دعيت يعني إلى جلسة استماع بمجلس الشيوخ كان موجود فيها رؤساء الكتل ورؤساء اللي جان تحدثت بوضوح شو هو الإرهاب يعني من السزاجة فعلا أن ننظر إلى الإرهاب على أنه تنظيمات إرهابية على الأرض وأنه حارب الإرهاب على مستوى فقط مسلح على الأرض الإرهاب اليوم هو واجهة لدول تدعم الإرهاب سواء كانت إقليمية أو دولية في إدراك لهذا الأمر لدى الأوروبيين في إدراك لدى البعض ومع الأسف في أمر ضبابي لدى البعض الآخر لعدم تواصله لعدم وجود مراكز أو قنوات واضحة وصريحة للمعلومات وللوقائع الحقيقية يعني مثلا من أحد الأمور خطورة اليوم في أوروبا وتستغل المخابرات الغربية يلي هي ربط الإرهاب بالإسلام فلما منطرح نحن الموضوع ولما نحن مندافع عن الإسلام كإسلام كإديولوجية وكدين وكأخلاق وكاعتدال بغض النظر الإسلام هو الإسلام يعني اليوم ما فينا نقول إسلام معتدل وغير معتدل الإسلام هو الإسلام ولكن محاولة تشويه الإسلام بربطه بالإرهاب هاي مشكلة كتير كبيرة هاي دي مثل رأي يعني سابتي وراكزي عند الزهن الأوروبيين لا بعضها مو راكزي ما هو لا لا راكز الرابط بإرهاب والإسلام راكز يعني هون برجع بأكد أنه لا فيه أمن عم يشتغل على تغذية هال هالفكرة هاي وهاي فيه من الخطورة كتير يعني فيه من الخطورة مش بس على أوروبا على العالم كله لتحويل رأي عام وهذا لازم ينشغل عليه لازم ينشغل عليه أعلمياً وبأوروبا فلمجرد أنه نتواصل ونقدم هيك لقاءات مع مراكز قرار كتير مهم أنه ترجع يتفتحي الزهن على أنه لا هون فيه نقاط فيه سوابت الإرهاب هو الإرهاب بالنسبة لألنا للسوريين الإرهاب هو عبر عدة أشكال التنظيمات الإرهابية اللي هي إرهاب مسلح مدعوم من الدول من عدة دول أقليمية وخارجية عندك إرهاب اقتصادي واللي هو العقوبات الاقتصادية وهون يخليني يمرأ بس قصة صغيرة أو مداخلة لأحد أعضاء مجلس الشيوخ بجلسة الاستماع فقال أنه النائب سعادة تحدثت عن العقوبات الاقتصادية وربطتها بالإرهاب وكأنه سياساتنا هي جزء من الإرهاب بينما لم تذكر بكل حديثة كلمة إزيس أو داعش طبعاً لما انتهت الأسئلة وبدي جاوب قلت بالنسبة للسيناتور يلي تفضلت نحكي عن العقوبات الاقتصادية فأنا أؤكد أؤكد أنه ما سمي بالعقوبات الاقتصادية وهي إجراءات قصرية وحادية الجانب أنه هي جديرة جديرة بأن تسمى إرهاباً اقتصادياً وكانت هاي عنوان لمحاضرة قدمتها في الأمم المتحدة بجنيف بآدار الماضي لأني عملت مقارنة ما بين آثار العقوبات الاقتصادية على كل قطاعات الدولة وما بين آثار تدمير التنظيمات الإرهابية على كل قطاعات الدولة فبتطلع عنا بالأرقام النتيجة واحدة وبالتالي الإرهاب المسلح على الأرض هو تماماً الإرهاب الاقتصادي إذن هناك عملية وعدم ذكر داعش وعدم ذكر داعش لأنه ليست داعش بالتسمية هي الإرهاب أولاً بمجلس الأمن وبقرارات مجلس الأمن تم تسمية وتوصيف الإرهاب وتوصيف كل التنظيمات الإرهابية سواء كانت داعش والنصرة وغيرها وكل التنظيمات الإرهابية المنشقة عن القاعدة طيب اليوم شو منعمل إذا بتطلع أي مجموعة بتسمية جديدة ولكن تقوم بعمل إرهابي فاليوم تختلف التسميات ولكن الإرهاب هو الإرهاب وبالتالي علينا توصيف الإرهاب وليس توصيف التسمية أو توصيف أو وصف التنظيم ست مالية نحكي كثير عن تغير بالمزاج الأوروبي وأنه صار في إدراك لحقيقة ما يجري في سوريا ولخطأ السياسات الأوروبية تجاه سوريا بالمرحلة السابقة لاحظت هذا الأمر لم أبعض كان في عندك اللقاء ببريكسل مع الاتحاد الأوروبي الحقيقة إيه فعلا لأنه كتير الآن أنه أعضاء بالابتحاد بالبرلمان الأوروبي تحديدا أنه هن عندهم كتير نقض لسياسات الأوروبية التي تعتمدت تجاه سوريا لمست هذا الأمر بالتأكيد اليوم فيه تيارات سياسية جديدة تخالف السياسة العامة اللي موجودة في الغرب ونحن لازم ندعم هاي التيارات السياسية هدول يحتاجون لأدوات أول شي يحتاجون لأعلام حقيقي موضوعي من عنا سواء كان سوري أو غير سوري لحتى يقدر يوصل لعندهم اتنين بيحتاجوا لتغيير رأي العام يلي عندهم بوقائع وحقائق وثوابت وهذا يحتاج لوفود ربما بس لأشخاص قادرة على التأثير قادرة على إيصال المعلومة بشكل جيد بيحتاجوا إلى مراكز دراسات حقيقية واقعية لأنه الغرب بيشتغل بالسيستم مثل الآلة بتفوتيله معلومات بيبني سياسات بتفوتيله غير معلومات بيروكب بتوقف الآلة فاليوم فوتوله معلومات من طرف واحد طلع سياسات اليوم شاف نتائج السياسات بعد خمسة سنين غير مرضية طبعا غير مرضية بالنسبة للشريحة بس اللي عما يشتغل بالسياسة بالهرم مرتاح أنه عمل صراع في المنطقة اليوم لما بترجعي بتعطيهم معلومات جديدة هنا بيبلش بقى بيفوتوا بمرحلة كيف بدنا نغير كيف بدنا نغير بدنا إعادة تقييم وإعادة إنتاج سياسات فبتوقف المكنة فهون بيبدأ الصراع بين التيارات السياسية في أوروبا ونحن اللي لازم نعمله أنه نغزي التيارات يلي اليوم بلشت تفهم وتشوف خطورة ما يحدث في منطقتنا على أوروبا أيضا كيف بنقدر نكون دعمين وأدوات جيدة ليقدروا يستفيدوا منا بقلب السياسات الغربية وأنا بقدر لخص أو بقدر لك أنه وهي باجتهاد مني من سنوات أقرأ هال يعني خليني أقول الصورة لا أعتقد أن أي تغيير للسياسات الغربية ممكن أن يحصل إلا بانهيار الاتحاد الأوروبي ليش؟ لأنه اليوم الاتحاد الأوروبي مربوط كله بسياسة واحدة وبقرار واحد يتبع الولايات يعني تفكيك الاتحاد الأوروبي هو شرط لتغيير السياسات تأكيد طبعا مو معناته هذا الشيء يفتعل ولكن هذا بحكم الطبيعة بحكم الطبيعة اليوم لما بتربطي قرارات وإن كان هو يعني الاتحاد الأوروبي بده يفرط لحاله يعني هو انيار طبيعي يعني فيه يعني مؤشرات كبيرة بتأكيد حد بعملك بحكم الطبيعة سواء اقتصادية أو سياسية بحكم الطبيعة لأنه اليوم يعاني من أزمة اقتصادية وبالتالي كل دولة بدت تلحق حالة لا اقتصادة لا إلا ما فيها تربط اقتصادة مع اقتصاد دولة أخرى بعدين سياسة الخارجية بدأت تم بالتوافق وهذا أمر شبه مستحيخ أدى لنتيجة نوافية سياسة خارجية أوروبية 100% فاليوم ربط السياسات الأوروبية كلها بسياسة وحدة وفيه اختلاف في الداخل فمن الطبيعي أنه يشغلك تيارات وصراعات سياسية في الداخل هالصراعات السياسية لما ما بده تتفق فإجباري بده يكون النهاية أو النتيجة هو انهيار في الاتحاد الأوروبي وبالتالي ما رح يرجع ينعاد ميزان والتوازن بالعالم إلا بإنهيار الاتحاد الأوروبي بالتأكيد لا نشوف مستقبل أوروبا يعني هو اللي بده يحدد المسار العالمي اليوم ست مارية يعني بده يختم ما حضرتك الوقت ما رأى بسرعة بالتأكيد أو نرجع نطرح السؤال إنه نحن أمام مرحلة جديدة ولكن ليس بالضرورة تعالي نهاية الحرب في سوريا هذا الاستنتاج من كلام نحن أمام تصعيد وهذا التصعيد أنا برأيي بيرجع بيعمل يعني بيرجع هون بيبلش بيتشكل فيه ميزان قوى جديد يعني نحن بحالة سقوط كل الشعارات الإنسانية والرنانة والديمقراطية والتحالف حتى ضد الإرهاب لأنه بلشت هالعناوين الرنانة توجد على الأرض بأفعال معاكسة تماما وما عندك أمل كبير بالخطوات الأمريكية أو بالقرار اللي بده يصدر اليوم بنيويورك أو كل هذا الحراك يعني وين جدية أمريكا لخمسة سنين عما تحكي للحل ولكن بسياساتها دائما هي ترسخ الصراع إذن يعني بيجع بذكر أن حضرتك هذه الفكرة أنه مبتوسة اليوم بالسياسة الأمريكية وبأنه أمريكا وصلت إلى قناعة لأنه كل المسار اللي اعتمدته خلال المرحلة السابقة لا يؤكد هذا الأمر أيضا لا يمكن أن يكون هناك أي تحالف ضد الإرهاب إلا بالتنسيق مع الدولة السورية وللأسف اليوم في محاولة للحصول بالسياسة على ما عجزوا عن الحصول عليه في الميدان أيضا موضوع المعارضة ترفضين أي معارضة تم تصنيعها في الخارج أي معارضة تصنع هي مرفوضة أي معارضة تصنع هي تسمي لي اسم معارضة غير مصنعة في الخارج ما دل إلا معارضة من المجتمع السوري في مجتمع سوري في مؤلاته في معارضة لا 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 في مجتمع سوري من يريد أن يقرر مستقبل سوريا الشعب السوري والشعب السوري لا يمكننا أن نختزله بمعارضة لا في كل الأطراف لا يمكننا أن نختزله بمعارضة ومن الخطأ ومن الخطأ ومن الخطأ على كل السياسات التي تعتمد فقط المعارضة على أي طاولة مشاورات لكن الحل بديهم بين من ومن الحل لعند المجتمع السوري الحل هو سوري اليوم اختزال المجتمع السوري كاملا بما يسمى معارضة خطأ سياسي كبير معارضة وحكومة إذن نتكلم بتعددية سياسية نتكلم مو بس بأحزاب جديدة فقط لأنه هي حزب سياسي بس ما عنده أي عمل سياسي أو أي تراكم سياسي اليوم يجب أن نتحدث بشخصيات اعتبارية سواء كانت مستقلة أو تنتمي لأحزاب أو ممثلة ولكن تمتلك خبرة تمتلك رؤية تمتلك تراكم عمل سياسي تمتلك قضية لأنه من لا يملك القضية لا يمكن أن يدافع وحدتك تصررين على أنه أهم ما في مؤتمر فيينا هو نقطتين هي الحفاظ على وحدة سوريا وعلمانية سوريا وبتحكيتين عن زيارتك للفاتيقان وإيطاليا وبروكسل والفاتيقان يعمل بهدوء وبإسرار ولديه أولوية هي الموضوع السوري وبتعتبر أنه عنده قوة معنوية وقوة ضغط ويعني أبرز هو اللوبي الكاتوليكي الذي يتصاعد في أوروبا وأيضا بتقولي أنه أوروبا اليوم تحتاج لإعلام من أجل ضخ معلومات ومعطيات من الواقع لتكون المقدمة من أجل إنتاج سياسات أوروبية مختلفة وطبعا بالبداية أشرت إلى العيد في سوريا وهو يعني ككل عام لا تزال سوريا متمسكة بالفرح وبالعيد وبالأمل شكرا جزيلا لحضرك معنا ست ماريا سعادة النائب في مجلس الشعب السوري نائب مستقل يعني مستقل أحوال باللغة العربية فينا نقول نائبة يعني اللغة العربية يعني واسعة ومارينا لدرجة أنه ممكن الكلمة تحمل أكتر من نوع صح أكتر من معنى هي نائبة هي مصيبة في اللغة العربية بس كمان ممكن أنه تكون ممثلة ممثلة الشعب فأهلا وسهلا فيك ست ماريا وشكرا لحضرك معنا أشكر الكبير لكم مستمعين للزميل محمد علي رمال في التنفيذ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته